اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 بالعهد والولاي والطاعف نستعد نسموكم لبدء مراجل تخريج شيد أمرك شيد موسيقى 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 اشتركوا في القناة السلام عليكم والمؤسسات العلمية والمعاهد والجامعات والكليات الشرطية والعسكرية أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باسم أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة يسعدنا أن نرحب بكم وأنتم تشرفوننا اليوم بحضوركم حفل تخريج الدفع السابع عشرة من الطلب الضباط وخير ما نستهل به حفلنا هذا آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها على مسامعنا الطالب الضباط عبد الرحمن محمد النقبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسيدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صلى الله عليه وسلم سيدي راعي الحفل السادة الحضور الكريم كلمة أكاديمية العلوم الشرطية يلقيها العقيد الدكتور محمد خميس العثمري مدير عام الأكاديمية بسم الله الرحمن الرحيم السيدي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية أصحاب السمو الشيوخ أصحاب المعالي والسعادة أعضاء السلك الدبلوماسي السادة رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية السادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة السادة الضباط السادة أولياء الأمور أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني بالأصالات عن نفسي وبإسم أسرة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة أن أعبر لحضراتكم عن عميق الترحيب والإجلال والتقدير شاكراً سعيكم لحضور هذه المناسبة العزيزة علينا جميعاً بانضمام فوج جديد من صفوة شباب هذا الوطن ليحملوا مشعل الأمن على أرضنا الطيبة وينطلقونا لأداء رسالتهم مزودين بالإيمان بالخالق عز وجل ومكتسبين العلوم والمعارف والمهارات والسلوكيات اللازمة لأداء هذه المهنة السامية سيدي رعى الحفل أتجه إلى مقامكم الرفيع بتحيي التحمل الكريم مع معاني الأرتزاز والشكر والفضل والإكبار فقد أوليتم هذه المؤسسة العلمية الشامخة جل اهتمامكم وبالغ رعايتكم ودفعتم مسيرتها بقدرة واقتدار وبخطوات ثابتة إلى هذه المكانة الرفيعة في عهد سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأحلى حاكم إمارة الشارقة حفظه الله ورعاه حيث أصبحت إمارة الشارقة جسراً يوصل بين ثقافات العالم من خلال نشاطات وحوارات حضارية وتفاعلات عصرية ليطرح على عالمنا المعاصر نموذجاً مشرفاً ومنبراً علمياً وثقافياً أثابه الخالق عز وجل عن فكره وعطائه وأنجازاته خير الثواب وأعظمه والشكر كذلك لسيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ولسعادة قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية ولسعادة عضاء مجلس الأكاديمية السادة الحضور الكرام لقد شهدت هذه الفترة سباقاً مع الزمن لمواصلة تطور الأداء بالأكاديمية في شتى ميادين عملها سعياً لإعداد الضابط أمن عصري مزود بالعلوم الشرطية والقانونية والإدارية والنفسية والاجتماعية وعلوم المستقبل على أيدي نقبة من أساتذة الأكفاء والمدربين والمؤهلين تأهيلاً رفيعاً ولم يقب عنا ربط سياسة التعليم والتدريب والبحث العلمي بالرؤى والاستراتيجية للدولة وما صاحبها من مبادرات تطويرية وإبداعية وردت في الأجندة الوطنية والرؤية المستقبلية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً وفي هذا الإطار حققت الأكاديمية بفضل الله تعالى عدد من الإجازات خلال عام 2016-2017 تمثلت فيه تجديد الاعتماد الأكاديمي لبرنامج البكالوريوس وأطلاق ماجستير الجودة والتميز في العمل الأمني ضمن برنامج الدراسات العليا الذي يعد الأول من نوعه على المستوى العربي والإقليمي وتجديد ترخيص الأكاديمي من هيئة الاعتماد الأكاديمي مناقشة عدد من رسائل للحصول على درجة الماجستير في علوم الشرطة وتسجيل ما يقارب 80 رسالة لمناقشة مستقبلاً إطلاق جائزة الأكاديمية العلوم الشرطية للبحث العلمي ومن المتوقع الإعلان عن الفائزين بها خلال شهر سبتمبر خلال هذا العام حصول فريق الأكاديمية المشارك في جائزة محمد بن راشد للابتكار الحكومي على المركز الثاني في مشروع طائرة بدون طيار للتعامل مع المتفجرات حصول بعض طلبة الأكاديمية على شهادة الآيلس وبتقديرات مرتفعة جداً وهي المرة الأولى التي تشارك فيها الأكاديمية بهذه البرامج بالإضافة إلى المشاركة في معارض الكتاب الدولية وعمل المؤتمرات العلمية والتميز في البطولات الرياضية والدفاع عن النفس على مستوى الدولة فضل عن مشاركتنا المجتمعية المتنوعة خاصة في عام الخير وإسعاد الموظفين والمتعاملين معها واليوم إنجاز جديد بتخريج الدفع 17 من طلبة مرحلة البكالوريوس واسمحوا لي أن أخاطبهم مخاطبة الأب لنجله والقائد لمعاونيه ابن الخريج لقد حانت الآن لحظة الانطلاق لإداء رسالتك واعلم أن وطنك في حاجة لفكرك وعطائك فاستمسك بالحق والعدل دون تعالن أو نفور وكن شجاعا مقداما جسورا دون ضعف أو غرور متسامحا عطوفا كريما دون تردد أو فتور واجعل من الحلم والحكمة طبيعتك ومن الحسن المشورة والقرار سجية لك ساند البشر للصبر على البلاء وكن رحيما بهم للرضاء بالقضاء كن مثالا يحتذا في حياتك العامة والخاصة ولا تحمل في قلبك كرها أو حقدا فهو لا يليق إلا بأهله أدي واجبك عن إيمان وثقة واعلم أن الخالق عز وجل نصير لك ورقيب عليك أعانك المولى على أداء رسالتك وكان راعا لك وحافظا عليك وفي الختام أتجه بكل الشكر والتقدير لجميع الأجهزة والموستات للتسامة في إعداد الطلبة وكل التقدير للسادة أعضاء الهيئة العلمية والتدريبية وأسرة الأكاديمية سائلا الخالق عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدة وأن يفتح بيننا وبين قومنا بالحق ويرعى مسيرة الأمن على أرضنا الطاهرة ويهدي خطوانا إلى النصرة والتوفيق لما فيه الأمل ورجاء تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي راء الحفل الحضور الكريم العرض العسكري الميداني لطلبة الأكاديمية مهارات وقدورات وفنون تجسد الكثير من المعاني فمن خلال التدريب العسكري المستمر والمتواصل وما يتخلله من جهد ومشقة وتحمل يتعلم المنتسبون كثيرا من المهارات والقدورات والممارسات التي تهدف لإعدادهم لأداء دورهم في المستقبل كرجال شرطة محترفين أكاديمية شرطة تهيئ 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 أكاديمية شرطة تتقدم بهذا استعراض إلى الأمام معتدال شرطة تهيئ تهيئ المترجم للقناة 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 للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة والقناة المترجم للقناة باسمكم جميعاً ندعو الآن سيدي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية راعي الحفل للتفضل بتكريم أبنائه المتفوقين من خريجي الدفع السابع عشرة الأول في المجموع العام والأول في المواد الأكاديمية والأول في المسلك والحاصل على شارة التمييز العلمي والحاصل على سيف الشرف الطالب ضابط سعيد عبدالله سالم الخاصوني عبدالله سالم الخاصوني شكراً أثاني في المجموع العام والحاصل على شارة التمييز العلمي الطالب ضابط طارق بطي بن خادم المنصوري الثالث في المجموع العام والأول في مناهج البحث العلمي والأول في المشاه والحاصل على شارة التمييز العلمي الطالب ضابط سيف سلطان بغانم السويدي عبدالله 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 الأول في الرماية الطالب ضابط أحمد محمد الشحي بطي عيد المظلوم الأول في اللياقة البدنية الطالب ضابط محمد بطي عيد المظلوم عبدالله 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 الأول في القيادة الطالب ضابط عبدالله محمد المطروشي عبدالله الأول من الطلبة الموفدين الطالب الضابط سامي مسلم الطلاق بني صخر من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قائد المراسم الطالب الضابط سالم علي سالم الخيال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من دفعة إلى دفعة ومن جيل إلى آخر تبقى الراية مرفوعة خفاقة خرجوا الدفعة السابعة عشر يقومون الآن بتسليم علم الأكاديمية لزملائهم من الدفعة الثامنة عشر أكاديمية أكاديمية إلى الحراج دور حراج العلم معتدال سر حراج تسليم حراج تسليم أكاديمية أكاديمية هل تسليمون الثامنة عشر على دفعة؟ يوسف اختم بالله العظيم انه احافظ على هذا العالم مرفوعا عاليا اشتركوا في القناة سلام العلم سلام 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 اشتركوا في القناة سلام 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم سيدي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الاكاديمية راعي الحفل سيدي سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة سمو الشيوخ أصحاب السعادة السفراء وعضاء السرك الدبلوماسي والقنصلي ضيوفنا الكرام قادة الشرطة وممثلي الهيئات والمؤسسات العلمية والمعاهد والجامعات والكليات الشرطية والعسكرية ايها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في هذا الجزء من فعاليات احتفالنا بتخريج الدفعة السابعة عشر من الطلب الضباط بأكاديمية العلوم الشرطية حيث نحتفي بالعطاء ونكرم المثابرة والتميز والاجتهاد في مستهل هذه الفقرة من برنامج الاحتفال نستأذنكم سيدي سمو راعي الحفل بعرض فيلم قصير من يوم كنت صغير وننتظر يوم بحط النجمة على كتف بدت الرحلة بحلم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر انا اليوم مو بالشخص نفسي يوم دخلت الاكاديمية كبرت وكبرت نظرتي للحياة وحلمي بعد كبر الله يقدرني وأكون قد المسئولية أكون قمين على أمنك وسلامتك يا وطن سيدي سمو راعي الحفل الحضور الكريم نستمع الآن إلى كلمة خرجي الدفع السابع عشر يلقيها نيابة عن زملائه الملازم اسعود جاسم بصيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهر في المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الأكاديمية راعي الحفل سيدي سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة سمو الشيوخ رؤساء الدوائر والهيئات الحكومية قادة الشرطة السادة الضباط أعضاء الهيئة التدريسية أولياء أمور الخريجين أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يعجز القلم عن الكتابة ويكل اللسان عن التعبير وأنا أقف اليوم بينكم وسط هذا الحفل الكريم بمناسبة تخريج الدفع السابع عشر من ضباط أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة ويطيب لي بهذه المناسبة بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملاء الخريجين أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأشكركم على تشريفكم حفلنا هذا سيد رعي الحفل الحضور الكريم تزاحمت في عقل العبارات وتسابقت في وجدان الكلمات وأنا أستذكر أربع سنوات مرت علينا وكأنها ساعات فبالأمس استقبلنا في هذا الصرح العلمي العريق ليزرع فينا الغرص وتمضي بنا الأيام سراعا حيث تشهد الأكاديمية اليوم قطف الثمار وجني الحصاد إنما رأيناه ولمسناه في هذه المؤسسة الأمنية الرائدة من الإمكانيات المادية والكفاءات المتميزة لهو مدعاة للفخر والاعتزاز فالأكاديمية كانت ومنذ نشأتها ولا تزال نقطة إشعاع حقيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة تكتسب دورا رياديا متزايدا في عملية التنوير والوعي الأمني الأمر الذي دفعنا لبذل المزيد من الإجتهاد والاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة لتطوير قدراتنا العلمية والعملية ليكون حافزا لنا بإذن الله في دعم وإسناد كافة إدارات الشرطة خدمة لهذا الوطن الغالي إن هذه الإنجازات التي تحققها الأكاديمية يوما تلو الآخر ما كان لها أن تبصر النور وتظهر بادية للعيان لو لا دعم وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة حفظه الله بالإضافة إلى دعمكم سيدي وحرصكم على توفير كافة سبل الدعم الممكنة إلى ما لا تخطئه العين من تطور وإنجاز حقيقي والتي انعكست إيجابيا على المستوى التعليمي والتدريبي للطلب الضباط أساتذة الأفاضل في هذا الصرح العلمي الذي يتطلع إليه كل طالب محب للعلم والعمل كنتم الدافع الحقيقي والمحفز الرئيسي لآمالنا وتطلعاتنا فغمرتمونا بالرعاية والاهتمام وغرستم في نفوسنا حب العلم والعمل والانتماء لقد عبرنا معكم هذا الدرب الشاق واخذنا معكم غمار هذه السنوات المفعمة بالنشاط والبذل والعطاء وسوف تبقى الذاكرة تحتفظ بكثير من المواقف المشرفة والمشاهد الصادقة لعلاقة الاستاذ بطالبه والتي تجسد مظاهر القدوة الصالحة فلكم منا خالص الدعاء والأمنيات بمزيد من الرقي والازدهار العلمي طباطنا ومدربينا إن المحصلة الطبيعية لجهدكم وسهركم هو هذه الدفعات المتلاحقة من طلبة الأكاديمية ومنها هذه الدفعة والتي نأمل من الله عز وجل أن تشكل إضافة النوعية لوزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية لتواكب تطورات الحياة ومتغيراتها وتستطيع مواجهة كل ما من شأنه الإخلال بأمن واستقرار هذا الوطن الغالي السادة أولياء الأمور أما أنتم أيها الآباء والأمهات فلا شك أن لكم فضل لا يدانيه فضل ومنة لا يكافئها شكر ولكم معروفا يسمى فوق كل معروف وعهد علينا أن نكون عند حسن ظنكم أبناء بكم بررة ولوطننا وشعبنا جنود أو فياء حفظة سيد رعي الحفل الحضور الكريم إننا إذ نغتنم هذه المناسبة الغالية فإننا نعاهد الله والوطن ونعاهدكم سيدي بأن نحافظ على الأمانة الوطنية التي نناها بشرف الانتماء لهذه المؤسسة الأمنية بأن نعمل بإخلاص وتفان في أداء المهام والواجبات الموكلة إلينا باذلين أرواحنا رخيصة للدفاع عن أمن الوطن وترسيخ ولائنا المطلق لله والوطن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحضور الكريم للخير وجوه وللعطاء وقفات ولأكاديمية العلوم الشراطية رؤى ولمسات في تقدير فئات من المجتمع حق لها أن تحظى بالرعاية والتكريم في يوم من أيام العز والمجد باسمكم جميعا ندعو سيدي راعي الحفل بتكريم عدد من فئات المجتمع التي تفخر بها دولتنا وقيادتنا وتلقى منها كل حب وتقدير واحترام أولاً فئة قدمت الكثير وضحّت بالكثير وبدلت أعز ما تملك خدمة لهذا الوطن وحفظ أمنه واستقراره وهي فئة أسر الشهداء ويمثلها أخ وابناء الشهيد العقيد سلطان محمد بن هويد الكتبي الفئة الثانية وهي فئة من أبناء هذا المجتمع قدمت خلاصة جهدها سهرت وتعبت صبرت وصابرت فكان لها أن تحظى بنصيب من هذا التكريم وهي فئة المسنين أما الفئة الثالثة فهي فئة لها منا كل المحبة والاحترام والتقدير وهي تمثل لبنة هامة من لبنات هذا البناء الشامخ الراسخ فكان لزاما علينا أن نفيها حقها من التكريم بأكاديمية الخير في بلد الخير وهي فئة ذو الإعاقة الحضور الكريم باسمكم جميعا ندعو سيدي راعي الحفل للصعود إلى المنصة أولا طلبة الأكاديمية المبتعثين للدراسة بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأبنية بدولة الكويت الشقيقة حيث يقوم سموه بتقليدهم شارات التميز العلمي ملازم عبدالله فيسر النقبي والحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف ملازم عمر عبدالله بوتيل الشحي والحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف ثانيا طلبة الأكاديمية ملازم سعيد عبدالله سالم الخاصوني والحاصل على شارة التميز العلمي بتقدير امتياز ملازم طارق بطي بن خادم المنصوري والحاصل على شارة التميز العلمي بتقدير امتياز والحاصل على شهادة الايلتز بتقدير 6.5 ملازم سيف سلطان بغانم السويدي والحاصل على شارة التميز العلمي بتقدير امتياز والحاصل على شهادة الايلتز بتقدير 5.5 ملازم سامي مسلم الطلاق بني صخر من المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ملازم أحمد محمد عبدالله الزعبي من المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ملازم صقر بن حميد بن عبدالعزيز القاسمي ملازم سلطان خالد عبد كنوني الشامسي والحاصل على شهادة الايلتز بتقدير 6 ملازم سالم علي سالم الخيال والحاصل على شهادة الايلتز بتقدير 5.5 ملازم خلفان سعيد احمد الوالي ملازم عمر سيف علي النداس الكتبي ملازم أحمد محمد زيد الشحي ملازم علي حميد عبدالله الجروان ملازم محمد راشد سالم الباس ملازم ناصر بدر فهد الصميط من دولة الكويت الشقيقة ملازم عبدالله سعيد محمد بن جمعوه لحياي ملازم سلطان احمد محمد الهدي ملازم سعود جاسم احسين بصيم ملازم ملازم خالد بن سعود بن خالد القاسمي ملازم ملازم محمد جاسي ناصر المطيري من دولة الكويت الشقيقة ملازم سعيد خليفة سالم العويني ملازم ملازم حمد عاد الخميس الكندي ملازم ملازم طلال محمد جاسم الحملي من دولة الكويت الشقيقة ملازم محمد مطخر احمد الحداء من الجمهورية اليمنية الشقيقة ملازم عبدالله زين محمد الشريف ملازم محمد بطعيد المظلوم ملازم ملازم احمد جاسم بن الشيخ السويدي ملازم 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 من دولة الكويت الشقيقة ملازم حمد سيف شامس المزروعي ملازم حمد فيصل حمد العريفان من دولة الكويت الشقيقة ملازم راشد سالم راشد الحمادي ملازم عبد الرحمن سعد مطلق المطيري من دولة الكويت الشقيقة ملازم ياسر صفو الدين من جمهورية القمر المتحدة الشقيقة ملازم عبد الله محمد عبد الله المطروشي ملازم حمد هزيم خليفة بن فلاح السويدي ملازم جنيد أحمد سيد من جمهورية القمر المتحدة الشقيقة ملازم عبد العزيز زيد شلال الشمري من دولة الكويت الشقيقة ملازم محمد ناصر محمد الحوشان من دولة الكويت الشقيقة ملازم علي راشد سالم الكتبي ملازم حمد صالح مانع الحيان من دولة الكويت الشقيقة ملازم زين الدين عبده ملازم زين الدين عبده ملازم راكان سالم محمد العذاب من دولة الكويت الشقيقة والآن تكريم ضيوب دولة الإمارات من رؤساء الوفود المشاركة في حفل تخريج الدفعة السابعة عشر أولاً وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر وفد دولة الكويت الشقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وفد دولة قطر الشقيقة نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وفد مملكة البحرين الشقيقة ترجمة نانسي قنقر وفد جمهورية مصر العربية الشقيقة والآن يقدم وفد السعودية المملكة العربية السعودية عفواً دراعاً تذكارية إلى سمو راعي الحفل والآن يقدم وفد دولة الكويت الشقيقة دراعاً تذكارية إلى سمو راعي الحفل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر الحضور الكريم في عام الخير وتقديراً مننا لسلطان الخير سلطان العطاء تقدم أكاديمية العلوم الشرطية هدية تذكارية إلى سيدي راعي الحفل هي عبارة عن لوحة فنية تجسد اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بنشر العلم والمحبة والتسامح والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر